الإعلام الفضائي كل ماله ينحسر وعلى حساب أنه يتعظم هناك دور الإعلام التقني والرقمي الموجودة في شكل منصات وماذا تعرفون أن المنصات تنتشر حاليا فإحنا في وزارة الإعلام عطينا مجموعة من المواصفات وعطينا أيضا مجموعة من التكنيكال حقها بحيث أنه تعزز دور هذه المنصة بانتشارها يعني مثال على ذلك أنه إحنا حين المنصة درسنا السوق درسنا خنقول المشاهد الكويتي المشاهد الخليجي والعربي شفنا شنو خنقول الأجهزة اللي قاعد يستخدمها فإحنا الآن يعني المنصة اللي رح تكون موجودة رح تكون متوافقة مع النظمة المختلفة حق السمار تي في يعني الآن خلاص سمار تي في رح تشتريه مباشرة رح يكون فيه التطبيق مال لوزارة الإعلام أيضا بالنسبة حق النيتف موبايل سواء كان الموبايل كان اندرويد أو كان آيو اس أيضا رح يكون موجود طبعا نحن نتكلم أيضا على سمار تي في رح نتكلم على سمار تي في وعلى الكاستينج وعلى الأبل تي في وعلى الاندرويد تي في فكل المنصات اللي رح تكون موجودة اللي نعرفها تقريبا مساة 85% نحن قطيناها رح تكون متوافقة مع المنصة إن شاء الله المزمع طاقها عما قريب إن شاء الله وهذه رح تكون للعالم كله رح تكون بالعالم كله وأيضا رح تكون يعني خنقول في هناك أماكن كثيرة من نحن ما نسميها خنقوله هو اللي نحن نقلتهم سيدي أنز رح تكون موجودة حول العالم متوزع بتوزيع جغرافي مناسب بحيث أنه يعطي خنقول دعم وسرعة عالية جدا حق المشاهد ترجمة نانسي قنقر